قوله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والضغوط فقوله عز وجل أوتوا نصيبا النصيب هو الحظ والذي أوتيت نصيبا من العلم ولم يحافظ عليه ابتليه بلايا ولو نسي شيئا يسيرا لم يطبقه في واقعه ولذا قال عز وجل عن اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا عظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعفوا عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين إذن هذه أثار نسيان نصيب العلم ماذا قال عن النصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا عظا مما ذكروا به ما النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة والباطاة إلى يوم القيامة فنشر بينهم العداوة والباطاة ترجمة نانسي قنقر